إلى شبوة حيث فككت الأجهزة الأمنية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية على الخط العام بالقرب من مسجد التقوى في عاصمة المحافظة وانتشرت وحدات مكافحة المتفجرات في موقع العثور على العبوة الناسفة فور أصولها وطوقته بغرض تأمين المواطنين في محيطها إثر بلاغ من مواطن بوجود جسم غريب بالقرب من المسجد ونجح الفريق الهندسي المتخصص بتفكيك العبوات الناسفة فور وصوله بالتعامل مع العبوة وتفكيكها فيما بدأت عمليات التحري لمعرفة العناصر المتورطة بالجريمة